واخيرا يزدل السطار على صفقة شركة سفينكس للزجاج فبعد مفاوضات استمرت لعدة اشهر جاء توقيع العقد النهائي الذي باعد بمقتضاه شركة القلعة كامل حصتها في شركة سفينكس لشركة مواد الاعمار القابضة بقيمة تبلغ 180 مليون دولار وهي الصفقة التي تعد اكبر عملية تخارج لشركة القلعة في اطار خطة طموحة تهدف للتخارج من الاستثمارات غير الرئيسية للشركة على مدى السنوات الخمس المقبلة بقيمة المتوقعة تتراوح ما بين 700 الى 800 مليون دولار يعاد ضخها مرة اخرى في الاستثمارات الرئيسية للشركة احنا متصورين ان البرنامج دهوت على خمس سنين هيجيب لنا حاجة في حدود 800 مليون دولار ده النهاردة التخارج دهوت وتخارج من البنك السوداني المصري جيب لنا حوالي 100 مليون دولار عندنا برنامج على الاربع قد يمتد الخمس سنين حسب ظروف السوء لكن عندنا برنامج واضح احنا اعلننا عن نيتنا وخطتنا للتوسع في القطاعات الرئيسية لدينا قطاع الطاقة من ناحية وردنا على سؤال الحياة احنا في عدة مقترحات تم وكننا اعلننا في الفترة السابقة ان احنا تقدمنا بها للجهات الرسمية في اطار تطوير محطات الكهرباء المصرية وانشاء محطات الكهرباء جديدة اما شركة مواد الاعمار فترى ان الاستحواذ على شركة سفينكس يعد خطوة استراتيجية لها على طريق التوسع والتحول الى واحدة من اكبر منتج الزجاج والالومونيوم في المنطقة العربية اضافة الى عزمها ضخ المزيد من الاستثمارات في شركة سفينكس لزيادة خطوط الانتاج هو استحواذ استراتيجي لنا كونه الزجاج وهي من احد المواد اللي تستعمل بكثرة في المباني ونحن منتخصصين في صناعة مواد البناء بالنسبة لنا يكمل الخط طبعنا اللي بدأنا فيه من عشر سنوات بالسعودية وخارج السعودية بالاستحواذ وانشاء مصانع متعلقة مواد البناء وتعد شركة سفينكس واحدة من اكبر الشركات المتخصصة في صناعة الزجاج في الشرق الاوسط وشمال افريقيا حيث تمتلك مصنعا بطاقة انتاجية تبلغ مائتي الف طن سنويا من الزجاج وتقوم بتصدير منتجاتها الى اسواق المنطقة والعالم هي خطة طموحة اذا وضعتها شركة القلعة للتخارج من الاستثمارات غير الرئيسية تخارجت من قبل من البنك السوداني وتتخارج اليوم من شركة سفينكس للزجاج خطة تهدف لجمع نحو سبعمائة مليون دولار يتم ضخها في الاستثمارات الرئيسية للشركة يسين الجهري سي ام بي سي عربية القاهرة